السلام عليكم. شكرا لكلام طيب. شكرا لابوني. شكرا بالزيف بالزيف. هذا هو الخفز المعتمد الذي لديه. تبارك الله. لا نضيف خفز أخر. هذا هو المعتمد الذي لديه. هذا هو. شوف تبارك الله. شوف تبارك الله. هذا هو. شوف تبارك الله. شفتهها. مشاء الله. ها هو. الى كان يمكنك تحفرج أضغطها啊! ها ها بجهد بجهد. الضغطية هذه في اضغطية هريني أقول لكم مهم ها هو عواد ها هو تبارك الله انا قطعتها بهذا قطعتها بهذا انا قطعت Layme هاه هو شوف Para' görev شوف يا شوفها ها هو اطبراك الله محفر تعمري بش م Hee نحفر ها هي تبارك الله شوف هذا كل هم اللي هادوا بوحدهم رقاقات بحال هكذا محفرين ها ها ما شاء الله الاخرين عاود تبارك الله ما هو اذا ندروا المادة في واحد معلقة كبيرة متع الخميرة متع الخبز متع حبوب اذا فندروا لها اه داك الدقيق هذا الدقيق الكامل الكامل متع القمح وفين افاء رقيق ومن بعد كيلو فندروا فيه معلقة كبيرة ولكن مشي عامرة نتاع الخميرة من بعد شوية الملح واحد معلقة كبيرة نتاع الزيت اذا نريد زيت من بعد صفي نبقى وندروا ذاك الكيلو اذا نريد كيلو ان شاء الله كيلو ندروا فيه هكذا في ذاك الماء يكون دافئ ومن بعد صفي غادي نبقى ونخلطه نخلطه وندروا المادة فيه اه انا هنا عرفته ان الماء الملح ندير واحد معلقة صغيرة هكذا عاود على حسب اذا بغيتو الملح هاداك شوية كتر ديروا معلقة ونص اذا بغيتو انا معلقة صغيرة ونص هكذا سفي ولا على حسب الملح اللي بغى المدق اذا فمن بعدها يكون عندنا الماء دافئ مجدينه صفي مثلا في هاتك الغراف الزرق اللي تشوفوه اذا فمن بعد ونبقى نخلطه بمعلقة اللول حتى نعرف بلي القوام ديالها كبير الماء نضيفه لن يكون فائحة مجزئا و اشترد الماء أبناء الماء يجب أن يضيفه لنضيفه على ماء لنضيفه على أقل الماء ثم نضيفه على ماء ونقوم بإضافة عجينة ونقوم بإضافة ناجحة نقوم بإضافة ناجحة لا يكون غير جلدة وصفي مهم اضطل الماء 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 يجب أن تكون عجينة تكون لينة وماشي قصحة وما تلسك سوف نوري لكم كل شيء سهلت تخمير كل مرة نضيفها المدافع سوف نقلع الهواء كامل نقلع الهواء كامل لا تلسك وأن تكون لينة يجب أن تطلب القيادة ثم نرجح Què فهنا نشكله كويرة نقرس التقمة بالطاويلة عملا ومن بعد سوف نلتقب بها جماعة نقرس كويرة صغيرة أو كبيرة اذا اعود اعود على حسب المقلة سوف يغير رش وصافي لا نمشي نقبط العجينة ونمشي نغطسها في الدقيق لا لا لان اذا جاري سوف يقطع هذا هو النصائح اذا اردتوا ان اجمعتوا وما درتوا في الدقيق حتى يبقى لا يمر في الدقيق غير الشيط للطويلات العامل اذا اردتها على الدقيق مرشوش كلها كلها وصافي تبارك الله وما شاء الله كل ما درتهم كويرات وغير الشيط وصافي وما غاديش نغطس في الدقيق ونخرجه لا يكون قاسح شوية وكيكون ماشي يجي لسق يلسخي وح شوية ماشي بالزايف ها هو نبديه بالكويرات الأولى ونبديه بالكويرات الأولى ونبديه بالكويرات الأولى نبديه بالكويرات الأولى حتى نبديه بالكويرات الأولى اضعها على زيت وضعها على زيت لا يستخدمها على زيت اضعها على زيت اضعها على 21 دقيقة اضعها على 10 ساعة اضعها في الأولى ومن بعد نضعها في المقلاة تكون حامية نضعها في الأولى ونبقى مثلا نضعها على الحرام فكرة نغفلها على الأولى طيبة ونقلبها فقط نضع السعر لم يتم تقديرها في الأسف وعند تقديره على فقاعات كما نضعي ونكون مجهده على النار ما أريد أن أنه نتفخ سألسلها نقصه متوسط باش مايبقاش ينتفق ويبقيتحرق نو ها هو ها هنا يا ها ديك راه هتبلي بحلي اذا ف غادي نقول لكم الى مثلا تقبطش وحدا نغمالي قدريت نتقبط ولكن قصنا نديروا لابا بيش تعال المطبخ يكون عندنا قدامنا واجد باش نسدو ديك تقيبة باش نخليه ويزيد كتر ينتفق كتر وباش يكون فارغ من الواسط ويكون ناجح ان شاء الله ها 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 ديك هي شوفي ها هو ونبقى ونقلبوها 1 زوش 34567 عاود قلبوها عاود واحد شوية عاود نحسبوه 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 عاود ونقلبوها ولكن شي تقيبة ولكن عنده كل يدينا نسدوها نضغطو عليها بانا لا خرج منها الهواء شفتو ها ديك بعدها خرجت منها الهواء خاصنا ولابد درتها ها كدا شوية لحائط المقلاة درتها لحائط المقلاة لاش باش شفتيها هو باش بديت نتافخ لانا را هتمنى متقوبة شوية ايدا فمن بعد من اللي تغطط عليها شفتي اه جدار متاع المقلاة كتتتصد شوية وصافي ها كدا ونقلبوها وننقصه غير تنقصه المقلات. إذا كانت تسعة نديرها متوسط خمسة. هيا شفتها هيا هذيك رهات دارت شوية. وعود نتمه. مهم. هذيك المعلقة تعال خشب هذيك هي. ايدا فنضغط عليها مزيان 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 ونجيبها من العود. وإذا كان هذك الورقة. نتعال الاحسن البابيين تاع المطبخ. نضغط عليها مزيان ومهم. غير ندافع كما قلت لكم. نتسعة نقص لها خمسة. لأنها إلا كانت تخرج ما لهذاك إلا كانت بزاف غادي تحرق. هي نتافق نتافق نقوم ننغفلو عليها ولا تنتحرق لا. إذا ها هي عود. ها هي ما شاء الله. واحدة وخرى. ها هي تبارك الله. ها هي درت مجهده النار. ولكن صافي. نقص لها خمسة متوسط. ونقلبها. ولكن على الجوانب نديرها في الجانب بتاع المقلات. باش تنتافق. باش تزيد طياب شوية. وكلهم يتغطون. لأنه إلا ما اغطيناهم شرح ما يكونوا مزيانين. يبسوا. إلا إلا كانوا غلاط فهدوك نخليوهم ما نغطيوهم مش. ها هي شفتوا هذي كتخرج منها. ها نديرها هكدا شوية باش صافي هكدا. ها مهم انتافقت معلش مكان مشكل. الى انتافقت يا ومزيان. إلا ما انتافقت شي وغد يمشوا لك هذي تقيبة نصدوها. ونديروا عليها الورق المطبخ. هاي ها هي معلش مكان مشكل لانتافقت صافي. أما لما انتافقتش نصدوها مزيان. يل تكون عاد يلا عاد بالدات نتافقت نصدوه مزيان 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 دغطو عليها ما كان مشكل ما مقلة واحدة وفيها بزيف لماذا؟ لان هذا مقدري مقلات تقديرها مرة واحدة مقلات تقديرها مرة واحدة اما هذه مقلات تقديرها مرة واحدة مقلات تقديرها مرة واحدة لا تقصي عليهم وصفية كلهم مقلات تقديرها مقلة تقديرها مقلات تقديرها مهم مقلات تقديرها نقصها نقصها ونقصها نقصها وإذا كان الجوانب ماشي طائبين لا يكونوا مقلات تقديرها كما يقولون مهم نقصها في الوسط وصفية ونقصها ها هي تبارك الله اعودة على المقلة اعودة على المقلة ارى واحدة المقلة كنت تقديرها مع هذه المقلة ارى واحدة ونقصها ونقصها ساعدت مقلة واحدة مثلا غليدة غليدة ونقصها نقصها غليدة المقطعه لن يجب أن تحسن نقص مجرد المقطعه لكي تفاقه لنحن نتفقه المقطعه لنجمع غليدة من أجل قطعه ونجمع غليدة سوف نقص مجرد ونجمعها المقطعه لنجمع خمسة ونجمعه هذا الماركة جيدة هذا الماركة جيدة نصيحة النصيحة تبديت قليلا بحالة تحتارك تبديت قليلا بحالة نقطة المطبخ ثم تبديت قليلا بحالة المطبخ تبديت قليلا بحالة المطبخ الزيت طيب ويجب التكون ومزن تبديتك ونقوم بحالة وفعالة ثم تبديتك لتكون تبديتك ما سيكون تبديتك لكما تبديتك لكي تنصيح حتى يتم تبديتك شربت القهوة كليتو مع الزيت الزيتون انا عجبني خبز الدار بلين ديراناي الحمدوليلا ما شاء الله واتبارك الله نبينوا لكم كل شيء الزيتون 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 موسيقى